يا اهلا وسهلا مرة تانية يا شباب طبعا ما زلنا بنتعلم الحركات الغريبة بتاعتنا مع علينا هنتعلم بقى ان شاء الله كيف تنام تحت الماء هناخد اكسوجين هننزل وإحنا بننزل نفض البابرز يعني خرج الاكسوجين بتدرج عشان تعرف تنزل اسفل الماء استرخي صفي زهنك افرد رجلك جامد وضمهم تمام وافرد جسمك واركد بسلام تحت الماء يا معلمي ونام بقى نام بقى بصة هتحس كده شعور ماروش حال اوكي يا شباب طبعا احساس جميل جدا وشايفين اتلاحظوا ان انا بفضي اكسوجين بالراحة خالص بتدرج واحدة واحدة لكن من البداية لما كنت فوق كنت انا ايه باخد اكسوجين كويس بعدين طبعا لما الاكسوجين يخلص بطلع باخد اكسوجين وبنزل تاني استرخي خالص خالص يا شباب اهوض في رجلك اعمل سقل كده بوسطك عشان تنزل لتحت واسترخي هي دي الحركة طبعا هنا احنا ازاي ننام على دهرنا بصوا كده شباب انسوا هم الدنيا وخلي مزاجكم عالي رواءوا كده انا كنت عايز اجيب كتاب كمان ولا شرب اي عصير ولا اي حاجة وانا تحتي اهوه يا شباب بفضي بابلز وانا نازل ايبقى المرات دي بقى هلنام على البطن يا معلين اهوة هيفرد برضو جسمي على بطني اهو استرخي خالص طبعا الهدف انانك تكون مميز وعلى فكرة مش اي حد يعرف الشباب يعمل الحركات ده لها قواعد زي مانا بقول كده استرخي انزل تحت فض بابلز افرق جسمك بتحس كده انك انت بتحدى نفسك معلنا دي حركة النهارده كده في السريع واستأذنكم ويراب دايما تكونوا بخير السلام عليكم